بسم الله الرحمن الرحيم سنبدأ ان شاء الله في هذا الفيديو موضوع هام جدا ولذيذ جدا هذا موضوع خاص بالقياس السيكولوجي أو القياس النفسي هذا القياس السيكولوجي قائم على فكرة إذا وجد شيء فإنه يوجد بمقدار وإذا وجد بمقدار فإنه يمكن بل يجب قياسه معنا كده إن كل ما هو موجود بمقدار ومن ثم يجب قياسه أي ترجمته إلى رقم أو عدد وهذه هي الفكرة الأساسية الخاصة بعملية القياس والمنطق الذي يعتمد عليه القياس السيكولوجي في الشريحة التالية نتعرض ما هي أنواع المشيرات الخاصة بالقياس السيكولوجي في عندي مجموعة من الاختبارات السيكولوجية عبارة عن مجموعة من المشيرات المرتبة والمنظمة التي تدقيس بطريقة كمية أو وصفية بعض العمليات الإنفعالية أو العقلية أو النزوعية وجد الترجم في أنواع معينة من هذه المشيرات مثل مجموعة من الأسئلة أو الرسوم أو الأشكال عشان كده السمارة بتاع السبيان اللي بنجمع بيها البيانات ستضم المجموعة من الأسئلة لها أصول في تصميمها وبالتالي هذه الأسئلة تمثل مسيرات تحرك ما بداخل المفردات محل البحث أو محل الدراسة ضمن العينة بتاعتنا علشان نتعرف على الاتجاهات الخاصة بيها نحو شيء معين أو شخص معين أو فكرة معينة أو موضوع معين في عندي استرصار يقول هل توافق على أن القياس والتقويم لفظان متراضفان؟ نحن انتفقنا وعرفنا أن القياس يختلف عن التقويم القياس هو ترجمد السماء إلى رقم أو عدد التقويم أشمل وأعم من القياس وبالتالي كل تقويم سابق له القياس ونجاح التقويم يتوقف على نجاح عملية القياس سواء كان في أداة القياس أو في كيفية استخدام هذه الأداة للوصول إلى ما نرغب في قياسه عشان كنا قلنا صدق الاختبار نحن نتأكد أن هذه المسيرات تقيس ما نرغب في قياسه فإذا القياس والتقويم لفظان غير متراضفان ومن التالي نحن غير موافقين على الإطلاق أن كلاهما اللي هم القياس والتقويم لفظان متراضفان القياس بيعني أن نعبر كمية ما اتفقنا قبل كده عن الظواهر ما مقدار رقم عدد ونحن نأخد بعد شوية ضمن هذا الموضوع الخاص بالقياس السيكولوجي مستويات القياس الخاصة بنا ما مقدار ولاء العملاء ما مقدار رد العملاء والعملين في منظمة معينة ما هي درجة تفضيل مجموعة من الأشخاص لعلامة تجارية معينة أو سلعة معينة ما هي درجة موافقة كل منها على ما نرغب في قياسه ذلك يعني أن القياس هو ترجمة مع نقيسه إلى رقم ما مقدار كذا أما التقويم هو أعام وأشمل لأنه يعتمد على القياس وناتج هذا القياس يقارن بمعيار معين للحكم على قيمة هذه الدرجة الخاصة بالصفة التي نخضحها للقياس إذا التقويم يهدف إلى معرفة ما إذا كانت الدرجة تعبر عن نجاح ويكشف عن حاجة للعلاج يبقى ناتج القياس هيقارن بمعيار هيقارن بهدف معين إذا تطابق يبقى إحنا حققنا ما نرغب في تحقيقه إذا كان هناك إنحراف فيجب أن نتدخل لاتخاذ قرار بالعلاج أي تعادة الوضع إلى حالته الطبيعية عشان كده بقول لحضراتكم كل قياس ناجح يجب أن يسهم في تقدم عمليات التحقيق لم يتقدم الطب إلا بتقدم أجهزة تشخيص التي تعتمد على التعبيرات الكمية لما يتم قياسه عشان كده نتيجة أجهزة تشخيص ينتج منها قياسات تتفاوت الأشعة العادية غير الألتراسونيك غير الأشعة المقطعية غير المسح الزري كل هذه الأجهزة الخاصة بالتشخيص تتقدم نتيجة أنها تخضع ما تقيسه بمساويات دقة أعلى وبالتالي أمام الطبيب أو المعالج نتائج الرقمية فيستطيع أن تدخل بأعداد الوضع إلى حالته الطبيعية ترى ماذا ولا ماذا رقيص؟ نتائج الرقمية يجب أن أحدد السمال التي نرغب في قياسها التي تتعلق بالأفراد التي هي المفروضات العينة وعاوز ما هو الهدف من عملية القياس لا شك أن القياس بشخص ونقارن ناتج القياس بمعايير أو بأهداف معينة أو معدلات طبيعية معينة متعرف عليها للسماء التي نخضحها القياس أو ما نرغب في أن نصر ليه؟ كهدف أولا نتخذ قرارات في أن ننقل الوضع من وضع إلى وضع أفضل يبقى الهدف مننا أن نكشف عن الفروق بأنواحها المختلفة ليه؟ عشان نقول إحنا نعمل إيه؟ ماذا نفعل لكي نحقق ما نرغب في تحقيقه؟ نجي بعد كده بيقولك ما هي الأسس التي يبنى عليها القياس النفسي أو القياس السيكوليشي؟ المنطق الخاص بينا اتفاقنا أن كل ما يوجد يوجد مقدار وما يوجد بمقدار يجب قياسه أي إخضاعه وترجمته إلى رقم معين أو إلى عدد معين كل أفراد طبعا عندهم السببات وعندهم يوم وعندهم سماد مختلفة وهذا الاختلاف اختلاف في الدرجة وليس في النوع يبقى ضمن الأسس التي يبنى عليها القياس النفسي أن هناك اختلافات بين الأفراد بس هذه الاختلافات اختلافات في الدرجة أي اختلافات في قيم هذه السمات أو هذه السببات أو هذه المنون الاختبار السيكولوجي أو القياس السيكولوجي يعتمد على عينة من سلوك الفرق أو سلوك الأفراد وأن هذا السلوك يتقرر في المواقف المتماثلة معنى كده أننا لازم أخذ عينة تمثل المجتمع بتاع التمثيل صادق في الخصائص التي نرغب في قياسها حتى نستخدم ناتج القياس في تعميم نواتج العينات على المجتمع ككل كل ما نحصل عليه من هذه القياسات لا قيمة لها ما لم تقارن بمعيار معين عشان أقدر أحدد قنافين بالضبط كما تكلمنا قبل كده في البيانات الرقمية والمتغيرات الكمية إن متغوصت درجة الحرارة الطبيعية للشخص سبعة وثلاثين لكن هناك أشخاص طبيعيين درجة حرارتهم أقل من سبعة وثلاثين وأشخاص طبيعيين أيضا درجة حرارتهم أزيت شوية من سبعة وثلاثين لكن أغلب الناس في العالم درجة لا مش درجة ده متوسط درجة حرارة الطبيعية هو سبعة وثلاثين فاتخذ هذا كمعيار عند الأطباق فبعد ذلك تجعملية القياس بالترمومتر بقارن وهكذا الشركات بتحد الأهداف وتتخذ هذه الأهداف كمعيار وتقارن ما تم تنفيذه في الواقع الفعلي بهذه الأهداف بعد حسن سياغت هذه الأهداف ونستطيع بعد ذلك أن نرى ما هي الإحرافات عما كنا نرغب في تحقيقه يبقى إذا الأهداف هي معايير معينة في مختلف المجالات وبالتالي نواة بالقياس السيكولوجي بتقارن من قارنها بهذه المعايير أو بهذه الأهداف للحكم عليها واتخاذ قرار بمدى التدخل لعلاج الوضع إلى حالة التدخل هناك فروق بنكشف عن هذه الفروق باستخدام القياس السيكولوجي فهناك فروق بين الأفراد فنعمل تصنيف لهؤلاء الأفراد زي ما اتفقنا التصنيف حسب النوع التصنيف حسب مستويات التعليم التصنيف حسب مستويات الدخل التصنيف حسب أماكن الإقامة في المناطق الوجوغرافية المختلفة التصنيف تصنيف فروق بين الأفراد فيما يتعلق بسمات مختلفة وهناك فروق في ذات الفرد إمكانيات كل منا مختلفة وكل منا يسعى إلى أن يطور هذه الإمكانيات فهي تتغير من وقت إلى وقت آخر سواء كان إيجابي أو لا سمح الله سلبي فالقياس السيكولوجي يكشف هذه الإمكانيات في ذات الفرد ومن ثم في زوات الأفراد نفسها في فروق أيضا بين الجماعات زي فروق معدلات الأداء من قسم إلى قسم أو من إدارة إلى إدارة ومن قطاع إلى قطاع ومن مؤسسة أو شركة إلى شركة وقرة فنرحب في التعرف على هذه الفروق الخاصة بمجموعة من الأفراد أو الجماعات فيما يتعلق بخصائصها المختلفة هناك أيضا فروق بين المهن أي متطلبات شغل الوظايف متطلبات شغل مهن معينة قد تحتاج إلى خبرات تحتاج إلى مهارات تحتاج إلى قدرات معينة قياس الشيكولوجي بيمكننا أن نتعرف على هذه الفروق بين المهن من حيث متطلبات شغل كل منها حياتنا قائمة بالفعل على القياس النفسي أو القياس السيكولوجي لأن هذا يتعلق بالسلوك البشري أو السلوك الإنساني بأول استفادة من تطبيق القياس السيكولوجي في المجالات بتاعتنا نحن بصلنا في الأفراغ بصلنا في المطلبات بتاع شغل الوظايف المختلفة ومن ثم أقدر أحسن اختيار تبقى للمطلبات كل وظيفة ومن الأخطاء اللي بتتعرر لها المؤسسات أو الشركات إنها تستخدم اسلوب التعميم يقول لا خبرة في مجال العمل 10 سنوات خبرة في مجال العمل 15 سنة وهو يقصد ما هي المتطلبات الواجب توفرها في الشخص الذي يتم اختياره لشغل هذه الوظيفة لا يوجد شيء اسمها خبرة أو أقدمية أقدمية هذا عمر زمني في وظيفة وكل منا رغبات مختلفة سددات مختلفة ميول مختلفة دوافع مختلفة ومن ثم مساوى أداءه سددات مختلفة فنحن نرغب في قياس ما نرغب في قياس وبالنسبة للطلبات الميال حتى نحسن الاختيار من الأخطاء الشائعة طبعا وزي ما حضرتكم قبل كده ان احنا بنستخدم تقييم أداء تقييم أنا بحكم على نقاط قوة ونقاط ضعف لكن المفروض ان انا بقيس بغرض التقويم فنستخدم القياسات السيكولوجية في تقويم الأداء اي انتقال مستوى أداء الى مستوى أداء أفضل منه لما تقلس ان نفسنا انت موافق بكم في المئة على كل عبارة من العبارات دي ان الأفراد يختلفون في ببنائهم طبعا ينقل قياس مدى الاختلاف بين الأفراد طبعا وفرة أدوات القياس طبعا موجودة لمن يعلم كيف يقيس ولماذا يقيس وماذا يقيس وهسا فيه من نتائج هذه القياسات للتنبؤ بما سيحدث مستقبلا بغرض تعديل السلوك لأن الأداء سلوك فنعاوز أعد الأداء عاوز أنم الأداء عاوز أطور الأداء عاوز أحسن الأداء فنعرف هو فين الأول وما نرغب في النصر اليه وبالتبعية ماذا نفعل للارتقاء بمستوى الأداء من مستوى معين إلى مستوى آخر أفضل منه فلازم أعرف أنا فين الأول وبعدين أنا عايز أروح فين لا يوجد حد أداء يقول لك هذا الكلام إلا لو أخضعنا كل هذه الأمور إلى عمليات القياس أيوم أسهل في عمليات القياس هل يترى صفات الجسمية أم الزواهر السيكولوجية؟ لا شك أن صفات الجسمية أسهل في عمليات القياس لأن يتم القياس مباشرة حسي وملموس أنا أقدر أئيس طول الشخص أقدر أئيس وزنه أقدر أستخدم الوحدات الثابتة المتساوية مثل كيلو و جرام مثل المتر والسنتيمتر والمليمتر كل دي أدوات قياس تستخدم في الصفات الجسمية الملموسة التي يتم معينتها معينة مباشرة أما الزواهر السيكولوجية فهي داخل بني البشر لكن يستدل عليها من السلوك الصادر من الفرض لأن عند الاتجاه ده السابق طبعا للسلوك وبالتالي كل منا يسلك بكم خبراته ومعارفه اللي بتكون مجموعة من القدرات والمهارات الخاصة بيه فلما لا يعرف القياس فتعتبر الزواهر السيكولوجية أصعب في قياسها من الصفات الجسمية عشان كده بنقول ليه الصفات الجسمية أسهل؟ إنها بتاخد شكل قيم طول وزن ارتفاع عرض في نفس الوقت المقيس بتاعتها متوفرة وكلنا عارفين متر وعارفين كيلو متر وعارفين كيلو جرام وعارفين جرام فذي أدوات قياس سابتة ومتساوية في كل أنحاء العالم وزي ما اتفقنا من شوية إن هذا القياس الخاص بصفات الجسمية تم بطريقة مباشرة مع ثبات وتساوي وحدات القياس لهذه الصفات الجسمية المادية المنموسة التي يتم معينتها معينة مباشرة أما الصفات والخصائص الخاصة بالظواهر السيكولوجية هي بتعبر عن سمة معينة زي اتجاه زي رأي وفي صعوبة نسبية للقياس لكن الآن مع تقدم الأسليف الرياضية والأحصائية ومع حسن تصميم أدوات القياس نستطيع المقيس بمنسواة دقة مرتفعة وكل المقيس الإحصائية بنستوسق من دقة نتائجها ممكن نصل لو عندنا كم هائل من البيانات قواعد بيانات لو فيها وفرة وقواعد بيانات تكون محدثة ومتكاملة ودقيقة نصل طبعا إلى نتائج في القياس مرتفعة جدا وعشان كده بنحاول إن إحنا نخلي أداة القياس السيكولوجي ثابتة ومتساوية كما حدثكم فاكرين أن هناك مستوى ونجده بعد قياس ومتساوى إسمي هذا صنيف فقط لا يقل لي درجة ويقل لي عدد أفراد ينتموا إلى فئة معينة ويقل لي درجة ترتيب بين مجموعة والبنون كما نرى بعد قياس لكنني لا أعرف هل هذا صروق متساوية بين درجة تفضيل رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة ويقل لي الحكاية أنا رتبت وكل مننا بيرتب تبقى الاتجاهات وتبقى اللي ما يشعر به لكن هل هذه الفروق بين هذه البنوت اللي خدت ترتيب واحد اثنين وثلاثة فروق متساوية لا طبعا ارتقينا شوية برضو هنتناوله قدام مخياس الفئات المتساوية إن إحنا ثبتنا الفروق بين الفئات لما كنا بنقول موافق تماما موافق موافق لحد ما غير موافق غير موافق على الإطلاق وعطينا درجات ده مقياس المقياس بتاع ليكرت معروف طبعا قد يتغل شكل خمس فئات أو سبع فئات أو تسع فئات فبدي الشئ الأولى اللي هي موافق تماما خمسة من خمسة وأربعة من خمسة للموافقة بس وموافق لحد ما ياخد ثلاثة وغير موافق ياخد اثنين وغير موافق على الإطلاق ياخد واحد هذا المقياس أفضل طبعا من الترتيب وأفضل من الإسمي إن احنا بنحاول نخلي الفروق بتاعته فروق متساوية لكن في حقيقة الأمر لا يتضمن السفر المطلق اللي اعتمد عليه المقياس النسبي وهو أرقى موازين القياس الوسيلة اللي بتمكننا من التواصل لكل ما سابق إن احنا بنكشف عن طبيعة وقوة العلقات بين المطايرات ونضع لها تغطيرات كمية موضوعية موثوق فيها بمعاملات ثقة محددة حددها الباحث لأن مفيش حاجة مئة في المئة لأن فيه جالب خطأ فلو معامل الثقة بتاعي خمس سعين في المئة ذلك يعني إن هناك خطأ لم نستطع أن ندرك متغيراته بمقدار خمسة في المئة وفي نفس الوقت إن احنا بنكشف الشروق بأنواحها ونحدد مدى جوهريتها أو مدى صحتها أو مدى حقيقيتها كل دي هتطلع طبعا باستخدام الأساليب الرياضية والأساليب الأحسابية وبالتالي بقى أقدر أتعامل مع هذه التغيرات لأن احنا اتفقنا برضو أن المتغير المستقل هو المؤثر ومتغير التابع هو الذي يتأثر فبأي درجة يؤثر المتغير المستقل على المتغير التابع في تغيره لا أستطيع أن أصل لك إلا عن طريق هذه القياسات النفسية والقياسات السيكولوجية عندما تكون أداة القياس تم تصميمها بأرقى موازين القياس وبالتالي يبقى لا أمل إلا أن الإحصائي هي اللي هتخدمنا في هذا الموضوع ونستخدمها كأداة عشان أقدر أقيس وأعرف هذه السروقات سواء كانت بين الأفراد أو في ذات الخرق أو بين الجماعات أو المجموعات وبين متطلبات شغل علمها عشان أقدر أخذ قرار إداري يتسم بالرجد والعقل المهم وبالتالي أقدر أحدد ماذا نفعل وفي أي اتجاه نفعل بعد ما اتفاعلنا أن الإحصائي هي لسه تقدم لنا كافة الأدوات وكافة الأساليب التي تمكننا من تحقيق كل ما سبق هنأخذ مجموعة من فهم الأحصائية التي تتعلق بالقياس السيكولوجي أولها ما هي الدرج الخام؟ الدرج الخام ده الردية التفاعل ده رقم فبيقول لي إيه معنى أن معدل السهلاك عميل منتج معين في مصر جديد خمس وحدات ومعدل السهلاك عميل نفس المنتج في منطقة أخرى زي الدقي عشر وحدات هل ذلك يعني أن معدل السهلاك عميل الدقي ضعف معدل السهلاك عميل منطقة مصر جديدة؟ هل معنى ده يفيد أن متقص السهلاك الفرد في الشهر في كل منطقتين؟ لا طبعا ده درجة خامة تعبر عن عميل معين وليس متوسط حساب اللي احنا تناولناه اللي هو بيعبر عن أغلب المفردات وليس عميل واحد فقط هل ده معنى يفيد في أن درجة اختلاف كل عميل عن متوسط العام لمنطقته؟ لا طبعا هل ده يعبر عن مركز كل عميل بالنسبة للعلماء لعملاء منطقته؟ طبعا لا ده 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 رقم درجة تعبر عن عميل واحد فقط ولا يمكن تعميمها على عملاء منطقة وبالتالي لما يجوا يقولي كم نسبة العملاء التي تفوق أو تقل معتلس لكم عن العملين السابقين؟ تفوق أو لا تفوق؟ تفوق أو تقل يعني؟ لا يمكنني أن تقول هذا الكلام لأن هذه درجة تتعلق بفرد وليس مجموعة العملاء في منطقة معينة ومن ثم لا يمكن تعميمها لكن لما يبقى عندي عينة وعندي مجموعة من العملاء وعرف معدلات السلاك كل عميل أقدر حسب ساعتها المتوسط إذا كانت الإجابات بالطبع كلها لا فنحن في أمس الحاجة أن نعرف معنى المتوسط وهذا أحد مقاييس النزعة المركزية وبالتالي أقدر أقارن بين منطقتين عن طريق المتوسط وزي ما اتفقنا في التشتت هو درجة تباعد المفردات عن متوسطها الحسابي أقدر أشوف أين منطقتين أكثر تشتت من المنطقة الأخرى عشان كده بنقول اعلم أن الدرجة الخام هي بيان أصلي لم يتم معالجته إحصائيا لا جمعت ولا أسمت ولا شفت فروق ولا حلقة هذه درجة تعبر عن رأي صاحبها فقط ومن ثم المتوسط زي ما اتفقنا قبل كده يعبر عن قيمة بس المجموعة ببيانات أفضل تمثيل عشان كده أقدر أميز مجموعة بمجموعة أقارن مجموعة بمجموعة أقدر أعرف مدى انحرفات قيم مفردات كل مجموعة مقارنة بالمجموعات الأخرى اللي هو مقياس التشاثل بتاعي فالمتوسط هو عبارة عن مقياس إحصائي يعبر عن أغلب المفردات بتاعتي وزي ما اتفقنا احنا بنجمع القيمة ونقسمها على عددها نصل إلى هذا المتوسط ويمكن في استهدام المتوسط بقى قارنе وأميز مجموعة مجموعة أخرى لو قال لي ان متوسط السلاك الفرد من منتج معين 10 وحدات ومتوسط السلاك الفرد في منطقة أخرى 5 وحدات أقضى أقرر ساعة ان متوسط السلاك الفرد في المنطقة دي بعث متوسط السلاك الفرد في المنطقة الآن أشكر عندي هنا منطقتين ألف وباق متواصلة خمسة ومتواصلة عشرة ساعتها قدر أقول متواصلة السلاك الفرد تبقى لهذه البيضات في المنطقة باق دعف متواصلة السلاك الفرد في المنطقة ألف وفقط ما قدرش يقول حاجة تاني عندما قلت كم عدد القيم تقل وتزيد على المتوسط يبقى نحسب الفرق بين 3 و 5 و 6 و 5 و 7 و 5 و 5 و 4 و 5 و 6 في المنطقة ألف قدر أحسب الفرق بين 8 و 10 اللي هو المتوسط في المنطقة باق وعشرة وعشرة واثناشرة وعشرة وفتاشرة وعشرة وتسعة وعشرة يعني انا محتاج ساعتها ان انا احسب ما تم مقياس التشتت اللي احنا قلنا عليه وانا اعرفه اللي هو الانحراف المهياري. اشكري بقول لي اذا اردت ان تقيس مدى قرب او بعد البيانات الاصية على المتوسط مدى نفعل هقيس الانحراف المهياري. احسب الانحراف المهياري. وهو يعتبر من اهم مقياس التشتت في المجال الاحصاء. شكري بقول اعلم ان الانحراف المهياري مقياس يعبر عن مدى قرب وقيم المشاهدات من بعضهم. اي تجانسهم او تبعدهم او اختلافهم عن مين? عن متوسط الحساب. واحنا اتفقنا قبل كده في الفيديو السابق ان كل ما كانت الانحرافات صغيرة كل ما دل على التجانس وكل ما كانت الانحرافات كبيرة دل على التباعد او عدم التجانس. هنا اطاري المجموعتين. المجموعة الاولى متوسط بتاعها خمسة. والمجموعة التانية متوسطها خمسة. اه بيقول لطالما ان المجموعتين متوسطين متساويين. اذا تشكت كل المجموعتين يجب ان يكون متساويين. خطأ طبعا. ليه? لان احنا ما حسبناش الحراف المعياري للمجموعة الاولى ما حسبناش الحراف المعياري للمجموعة التانية رغم تساوي المتوسطين لكل المجموعتين. يبقى اللي هيقول لي ايهما اكثر تشتت هو الانحراف المعياري. فكل ما كبر الانحراف المعياري دل على عدم التجانس. كل ما صدر الانحراف المعياري دل على التقارب او التجانس. اه بين المحافات وبين المتوسط الحسابي الخاص بها. عندي مرحنة اسم مرحنة الطبيعي او المعتدل او المتماسك او ما يطلق عليه مرحنة الجرسي. اه عامل زي الجرس. المقلوب يعني. اه وبالتالي اغلب الظاهر في العالم لازم تخضع لهذا التوزيع وبالتالي اذا كان هذا التوزيع موجود يبقى اذا الظاهرة فيها تماسك وفيها اعتدال. اه فيه شروق زيادة عن المتوسط. شروق زيادة اقل من اه المتوسط. لكن هلاقي المرحنة كده لا ملتوي جهة اليمين في قيم شازة جهة اليمين بالزيادة. ولا ملتوي جهة اليسار في قيم شازة اه بالسالب. وبالتالي لما اقول مثلا متوسط دخل الفرد في شهر خمس سلاف جنيه. من عندي افراد بياخدوا الف جنيه. وعند افراد بياخدوا عشرة وعشرين وتلاتين واربعين الف جنيه. هزي الحرفات عن المتوسط العام للدخل الخاص بالفرد بيقول ان هنا فيه حاجة مش مزبوطة. محتاجين نعيد توزيع الدخول بطريقة عادلة. عشان كده سمنا من منحنة المعتدل بطريقة طبيعية متمثلة. فيه فروق ستظل فيه فروق. لكن هزي الفروق هتبقى عند حدها الأدنى. ساعتها اه يبقى فيش قلق بقى. فيه تقارب بقى. فيه تجانس بدرجة معينة. لكن سيظل هناك فروق عن المتوسط. اه بتحقق ادي قدامي اه منحنيين طبعيين. اه معتدلين للاثنين. الف وباق. اه طبعا كلا المنحنيين كانوا نتبوا من تأثير متعيرات خاصة بظاهرة ما. ويسألوا سؤال اي الظاهراتين اكثر تجانسا ولماذا؟ المنحنة الف درجة التباعد بين القيم الفعلية اللي هو بمثلها المنحنة المتوسطة اللي هو السهم اللي في الوسط. اكبر من باق. وبالتالي هذا الجزء المتباعد عن المتوسط هو ده الحراف المهياري. ما ده جدا الحراف المهياري بتاع الظاهرة الف اكبر من الحراف المهياري الخاص بالظاهرة باق. ومن ثم الظاهرة باق تعتبر اكثر تجانس لتقارب المفردات قيم المفردات الفعلية نحو المتوسط القاصب. لكن الحراف المهياري للظاهرة الف اكبر وده بيدل على التباعد يدل على الاختلاف يدل على عدم التجانس رغم ان كلاهما معزعين توزيع طبيعي او معتدل. يبقى كل ما كبر الحراف المهياري دل على عدم التجانس او التباعد او الاختلاف. وكل ما صار الحراف المهياري كل ما دل على التجانس والتقارب والتماثل. انا شغال في المتوسط الحراف المهياري لكن لازم نتحقق من صحة النتائج بتاعتي اي نتحقق من درجة الدلالة الخاصة بها. اه فانا اوز اعرف اسباب زيادة معدلات تبضي العينة لمنتج معين هل يطرع هي راجعة لجودة المنتج ولو نسبة الاسعار ولو نسبة العجوة بتاعته ولفعالية برامج الترويج ولو عديد من الاسباب. فلازم عشان افصر لازم اتحقق ولازم اثبت جوهرية هذه الفروق. ام ان الباحث لم يستطع ان يدرك متغيرات كل متغيرات ذات التأثير في اختلاف الظواهر. اه كل ما كانت الدلالة الاحصائية اكبر كل ما دل اش كده سمناها دلالة احصائية كل ما دل على ان الباحث او متخز القرار يعني استطاع ان يدرك بشكره وتوليد اه البلينستورمنج بتاعه هو والفريق بتاعه ان هو يدرك اغلب المطايرات ذات التأثير على الموقف اللي هو موجود فيه. لكن لو كانت غير دالة او درجة الدلالة الاحصائية بتاعتها قليلة يبقى مقدرناش نوصل لماذا هذه الفروق؟ ما نقدرش نقرر ما نقدرش ناخد قرار عشان كده بنقول الدلالة الاحصائية تهدي فيها كشف عن مدى صدق النتائج المستحصل عليها من العينات بتاعك. علشان نتائج العينة ستعمى معايا المجتمع. فلاته لا تحقق من درجة مصداقية هذه النتائج بتاعك. العينة دي جزء من كل. وحياتنا كلها الحقيقة ايما على موضوع العينات. نقول انا اخد عينة دم. انا بحكم على سلامة مكونات الدم في الجسم. بناء على عينة تلاتة اربعة خمس سنتي. لما باجا شاء كوبات شاي. باخد الشفطة الاول اقول لا السكر بتاحها مزبوط او محتاج سكر او سكر زيادة. انا بحكم على مكونات كوبات الشاي من الشفطة اللي انا باخدها دي. وهذه الشفطة هي جزء من القباية. زي تاتة اربعة خمس سنتي دم. هي جزء من الدم الخاص في جسم الانسان. وبالتالي انا بلجأ العينات لان انا مش هقدر اعتمد على حصل الشامل لكل مفردات مجتمع البحث. ده هيكلفني كثير جدا وهياخد مني وقت كثير جدا. ومش هقدر احكم الاشراف والرقابة على دقة البيانات المستحصل عليها من كل مفردات المجتمع. فعشان اخفض الوقت والجهد وازود مستحصل دقة واحكام الاشراف والرقابة اخد عينا. عينا شرط ان تمثل خصائص المجتمع تمثيلا صادقا. يبقى العينا اللي انا هاخدها تعبر عن الكل. فيما يتعلق بايه؟ فيما يتعلق بالخصائص او السمات اللي انا برغب في قياسة. فيه عن طرق كتيرة لصحب العينات. عنده طرق احتمالية وطرق غير احتمالية. ومجالات استخدام العينات في عمزي القياس هو المجال الشائع. فباخد عينا من المجتمع ولها طبعا اصول احصائية ولها معادلات رياضية ولها جداول احصائية ايضا. تبقى اللي حجم المجتمع والطريقة اللي انا هسحب بيها هذه العينات. اقدر اقول حجم العينات كام. واقدر استوسط من مستوى دقة النتائج من كل عينا من هذه العينات. تبقى الطريقة اللي تم سحب العينات بيها. عندي مفروض احصائية تكلمنا عليه بسرعة جدا. لكن مفروض احصائي طبعا حياتنا كلها قايمة عليه زي ما قلت عبلكد. مفروض الارتباط. عشان كده بنتساءل مع بعض. هل علاقتك مع كل من حولك علاقظة طبيعة واحدة وقوة متساوية? لا طبعا غير موافر. على اطلاق. ليه? لان طبيعة هذه العلاقات وقوة هذه العلاقات تختلف. اه بيني وبين من حولي. اه احيانا بقى نقول ان انا وفلان حاجة واحدة حاجة واحدة. اي مرتبطين ببعض ارتباط كامل. ما يتأثر به هو? اتأثر بها انا. وما اتأثر به انا يتأثر به هو. في عامل مشترك. خصائص مشتركة. مين بيقيس الكلام ده? ده معامل الارتباط. بيجي سؤال سؤال الثاني. عند تأثير احد مقربين لك بموقف معين تتأثر انت بنفس الموقف. في نفس الاتجاه وبنفس القوة. لان احنا اتفقنا ان معامل بابيس. طبيعة وقوة العلاقات. لا طبعا برضو مش موافقة. ليه مش موافقة? لان درجات التأثير. وطبيعة هذا التفسير. وقوة هذا التفسير. اه تختلف. اه معنى كده ان درجة التأثري. بما الحاولي. اه 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 اه. درجة مختلفة. وطبيعة التأثري ايضا. طبيعة مختلفة. لان احنا اتفقنا معامل اه بيتراوح بين نقص واحد مرورا بالصفر الى زائد واحد. فقد تقول العلاقة علاقة عكسية او قد تقول العلاقة علاقة طردية. اه اه وزي ما هتشوف بعد شوية ان كلها علاقات جزئية نسبيا. مفيش تمام العلاقة. الواحد الصحيح ده نظريا بس لكن في الحقيقة اه هو مش منغول. وبالتالي بنقول ليس من ضروري ان تتأثر انت بمن حولك بنفس طبيعة وقوة تأثيرهم موافق تماما. لان درجات التأثير وطبيعة التأثير بمن حولي تختلف من شخص الى شخص اخر. عشان كده بيقول اعلم ان معامل الارتباط معناه ان احد المتغيرين يميل الى مصاحبة الاخر في تغيره على وجه العموم. يميل. وهو اللي بيحدد طبيعة وقوة العلاقة بين المتغيرين او المتغيرات. وتتروح القيمة العادية لمعامل الارتباط بين كم وكام. اتفقنا قبل كده بين ناقص واحد وزائد واحد مرورا بالصف. فهو مقياس احصائي هايل. حياتنا كلها ايما عليه. زي ما اتفقنا قبل كده في علاقة بين نوعية الملابس المتغيرات وكمية. الاكل اللي احنا بناكله بين وزن الجسم اه طبعا. في علاقة بين درجة حراكة الجو وبين نوعية الملابس المتغير طبعا. في علاقة بين فعالية نظام الحوافز والرضاء الوظيفي والتحفيز ومعدلات الاداء طبعا. اه في علاقة بين بيئة العمل المادية ومعدلات الاداء طبعا. في علاقة بين اه اللي دفشيب ستايل اللي هو نمط القيادة اه وبين درجة رضاك ومعدلات الاداء الخاصة بتاعتك. اه طبعا. كل ديها علاقات. علاقات لها طبيعة معينة ولها قوة معينة. ما اللي بيئسها؟ معامل ارتباط هو اللي بيئسها. زي ما اتفقنا قدامنا هاي في الشريحة ان معامل ارتباط تتروح بين ناقص واحد الى واحد مرورا بالصفر. مدام ما حطتش الاشارة عند واحد ذلك يعني ان العلاقة ترضية فيها علامة الزائد او الغلاص يعني. اه فاذا كانت ناقص واحد يبع علاقة تامة سلبية اي عكسية دائما. واذا كان واحد يبع علاقة تامة موببة تربية دائما. والاتنين دول نادرا ما يتحقق لكن هو قيمة معامل ارتباط هي اقل من واحد سواء كان بالسالب او بالموجب عشان كده بنسميها علاقات جزئية. وبالتالي العلاقات الدائمة والغالب السابقة علاقات نسبية. يبقى جزئية نسبية اي اقل من واحد بصرف النظر عن اه طبيعة العلاقة هي علاقة عكسية ام علاقة طردية. بيسأل مسؤال جميل جدا هل وجود علاقة طباط بين متغيرين دليلا على ان تغير احدهما يكون نتيجة الاخر. اه ده هنا بقى بيتكلم على حاجة احنا قلناها قبل كده يعني شي متغير بيؤثر على متغير اخر او ان التغير في احدهما يتابع للتغير في الاخر ولا ينشأ الا بسببه. اه العلاقات التأثيرية دي كان بتاع مخيص احصائي تاني كلمنا عليه بسرعة كده قبل كده. اللي هو معامل الانحضار. ان هناك متغير مستقل يؤثر وهناك متغير تابع يتأثر. لا يبقى وجود علاقة ارتباط بليل على ان الواحد بيؤثر في الاخرى اقول لك لا. فهو يشير فقط الى احتمال احتمال. موجود هذه هي العلاقة التأثيرية. لكن لا توجد علاقة تأثيرية مئة في المئة. مئة في المئة يعني واحد صحيح يعني مؤكد. لكن احنا بيقول هنا احتمال فذلك يعني انه اقل من الواحد الصحيح. اللي بيقيس بقى العلاقات التأثيرية. اه حاجة تانية خالص. اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. اللي هفكر حضراتكم بيه دلوقتي بعد ما نجاوب. نجاوب على. اذا اردنا ان نتنبأ بسوق اي من الظهار فهل نلجأ الى تحليل الارتباط او تحليل الانحضار. طبعا تحليل الانحضار. لان تحليل الانحضار هو اللي بيوبح العلاقات التبادلية التأثيرية. من يؤثر على من بمقدار كام. فالمستقل بيؤثر على التابع بمقدار كام. ومن ثم نستطيع ان نستخدم المعادلة الخاصة بالانحضار في التنبؤ مستقبلا. اولا حضرات زي ما اتفقى قبل كده انه بيعتمد ان هناك متغير التابع وهناك متغير مستقل. التابع هو نتيجة والمستقل هو سبب. وفي الغالب تتعدد المتغيرات المستقلة ذات التأثير على تغير المتغير التابع. وهي دي المهارة بتاع متخذ القرار انه يعمل جنريشن للمتغيرات المستقلة المحتمل ان تؤثر على تغير المتغير التابع. عشان كده بيقول لي اذا ضمن الظاهرة متغيرين او اكثر متغيرين. فما هو نوع الانحضار الواجب الاستخدام. لو متغيرين يبقى انحضار بسيط. لو اكثر متغيرين مستقلين يبقى الانحضار بتاعي اسمه انحضار متعدد. لان هنسمع اللفظ ده في المقييس الاحصائية والتحلالات الاحصائية. ان شاء الله لاحقا. اشتركوا في القناة